قضية نادر صعب وريهام سعيد إلى الواجهة من جديد دعوة قضائية بحقها وتقرير طبي يكشف ما حصل عادت أزمة طبيب التجميل اللبناني نادر صعب والإعلامية المصرية ريهام سعيد إلى الواجهة من جديد لتتصدر حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي لسيما بعد ظهور مقاطع فيديو جديدة تتهم فيها سعيد الطبيب اللبناني بتشويه وجهها تنزل أن أنت هتقضيني فيه بجاحة كده فيه بجاحة كده ومؤادة وفي التفاصيل أعلن طبيب التجميل اللبناني نادر صعب عن تقديمه بلاغاً للنائب العام المصري ضد الإعلامية المصرية ريهام سعيد وقناة هي الفضائية الحاصلة على ترخيص من وزارة الإعلام المصرية بسبب التشهير به ونشر معلومات مغلوطة عنه على حد تابيره صور أديمي بعود تاريخها لتاني يوم بعد العملية مباشرة وجاء في البيان الذي نشره صعب عبر حسابه الرسمي على انستغرام تقدم الدكتور نادر صعب يوم الأحد الماضي ببلاغ إلى النائب العام بجمهورية مصر العربية ضد المذيع المصرية ريهام سعيد وقناة هي الفضائية كما تقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين ضد المذيع وجار التحقيق في تلك البلاغات ويؤكد الدكتور نادر صعب ثقته الكاملة في القضاء المصري مهما بلاغت حملات التشهير الممنهجة التي يتعرض لها وكان الدكتور نادر صعب قال في تصريحات لوسائل إعلامية مصرية إن ما فعلته ريهام كان للهروب من دفع باقي مستحقات العملية التجميلية لشد الوجه والتي بلغت 25 ألف دولار ودفعت منها فقط 10 ألاف دولار وأضاف الدكتور نادر صعب للقاهرة 24 أن الإعلامية بدأت بحملتها المغرضة ضده واتهامه حين بدأت المطالبات بباقي المبلغ المتفق عليه بينهما وتابع نادر صعب أن العملية تمت وفق الأصول الطبية اللازمة ونجحت بشكل تام مشيرا إلى أن قسما من المبلغ المتفق عليه كان عبارة عن الدعاية لعمليات التجميل في عيادته وهو ما لم تفعله ريهام الجدير ذكره أن بيان الدكتور نادر صعب جاء بعد ساعات قليلة من تقديم ريهام سعيد بلاغا للنائب العام تتهم فيه نادر صعب بحرق وتشويه وجهها وأيضا بتصوير فيديوهات لها أثناء تخديرها من دون علمها لتوثيق العملية التجميلية التي أجراها لها والتي وصفتها بالفاشلة اشتركوا في القناة